السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد مثل ما وعدتكم الفيديو السابق اليوم رح نسوي صلصة البيتزا الإيطالية بطريقة جدا روعة ورح نسوي وياها شكلين من البيتزا ان شاء الله اتجربوها ومتأكدر رح تعجبكم طبعا هذي وصفة مترجمة معتمدة في كثير مطاعم وكثير ناس تسويها فحبيت اليوم أصور لكم الفيديو واعتذر اللي انطلبتوها مني من زمان فتأخرت بتصوير الفيديو إذ كانت هاي زيارتكم الأولى للقناة أتمنى تشتركون بقناتي وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الوصفات اللي أنزلها كل المقادر رح تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف نقول بسم الله ونبدي بطريقة العمل نبدي بتحضير الصلصة عندي هنا في قدر ضفت كمية قليلة من الزيت وراس بصل متوسط الحجم قطعت به الشكل رح أضيف عليه فص ثوم قطعت شرائح ورح أحمس البصل ويثوم من يذبل البصل رح أضيف ملعقة طعام كبيرة من معجون الطماطن سألتوني بالفيديو مع الوصفة مرق الفاصولية عن أطيب معجون أنا بنظري معجون التونسة هو أطيب معجون طعمه وريحته ولونه جدا روعة حمست المعجون ويا البصل ويا الثوم من دقيقتين إلى ثلاث دقائق بعدين ضفت حبة طماطة كبيرة والطماطة حاولوا تختاروها تكون بيها مي ما تكون قوية وراح أقلبها مع بعض للمواد على نار هادئ رح أضيف صلصة الباربيكيو طبعا هاي صلصة متوفرة بكل الأسواق رح أضيف ملعقة طعام من صلصة الباربيكيو وإضافتها ضرورية يعني لا تستغنون عن هذا المكون رح أضيف أيضا توابل الأوريغانو طبعا هاي التوابل جدا طيبة وأيضا إضافتها ضرورية بالبيتزا كل المكونات اللي دا نضيفها هسه هي ضرورية لا تستغنون عنها رح أضيف رشة من الفلفل الأسود كمية الفلفل الأسود حسب رغبتكم لكن آني الكتاب اللي دا أستخدمه شوية حار لذلك ما كثرت بالفلفل الأسود رح أضيف أربع ملاعق طعام من الكتاب سويت بهالشكل هذا للسهولة هاي صارت أربع ملاعق طعام من الكتاب أذكركم كل المكونات رح تلقوها مكتوبة في صندوق الوصف وكلها ضرورية حتى تحصلون على المذاق المطلوب لا تلغون أي مكون وكلها متوفرة بالأسواق وسعرها مناسب رح أضيف كمية من الملح والملح يعني راع المقدار لأنه صلصة الباربيكيو شوية مالحة فلتضيف الملحه هواية رح أضيف أيضا شوية من دبس الرمان وأخلطها مع بعض وأتركها على نار هادئ لمدة 5 إلى 6 دقائق بعدين أنطف النار ونتركها تبرد حتى نهرسها بمحاضرة الطعام أو أي خلاط كهرباء يعدكم بعد أن بردت خليتها في محاضرة الطعام ورح أهرس المكونات مع بعضها هذه الصلصة ترهم لكل أنواع البيتزا مجرد تغيرون الحشوات فترهم لكل أنواع البيتزا وتقدرون تحتفظون بيها بالثلاجة وجدا جدا طيبة صارت الصلصة جاهزة بالنسبة للعجينة أنا سبق وقدمت لكم ياها بالقناة فما رح أرجع أسويها قدامكم حتى الفيديو ما يصر كلش طويل رح أخلي لكم الرابط في صندوق الوصف وفي التعليقات تقدرون ترجعوا لهم رح ننتقل هسا لعملية التشكيل أنت هنا في قالب مدهون رققت العجينة به السمك هذا اللي دا شوفوا طبعا العجينة هذه سبق وسويناها بالقناة فقلت لكم ما رح أرجع عيدها حخلي لكم رابط عمل الوصفة في صندوق الوصف وفي التعليقات مجرد تضغطون على الرابط يحولكم على طريقة عمل العجينة وهي العجينة ترهم للبيتزا ولكافة أنواع المعجنات المحشية وزعت الصلصة به الشكل هذا هسا رح نختار أول حشوة رح أسويها بالصاصج ضف الطبقة من جبنة الموزاريلا ورح أضيف عليها قطع من الصاصج طبعا الصاصج فقط قطعوه وضيفوه ما يحتاج تشوه أو تقلوه لأن الحرارة اللي حتكون بالفرن حتكون كافية أنه تخليه ينضج لأنه بسرعة يستوي وزعت الصاصج به الشكل هذا هسا رح نضيف تشكيلها من الخضرواد طبعا هذه حسب الذوق والرغبة ضفت شوية من الفلفل الأخضر تقدرون نضيفون أيضا فلفل الألوان وشوية من شرائح الطماطع تقدرون نضيفون الذرة الفطر المشروم يعني حسب رغبتكم ضفت شرائح من الزيتون والزيتون تحبوه أسود أصفر أيضا حسب الذوق آخر شي حضيف طبقة أخرى من جبنة الموزاريلا وتكون أول بيتزاية خلصت طبعا لازم يكون الفرن حار قبل ما ندخل البيتزا على درجة حرارة 200 مدة الشوية كلها 30 دقيقة أول ثلاث ساعة نشوي من الأسفل بعدين نطفي الشواية السفلية ونفتح الشواية العلوية لمدة 10 دقائق هذا شكل البيتزا بعد أن طلعناها من الفرن رح نقطعها ونقدمها وجدا جدا طيبة لاحظوا عندي الجبن شوان رح ينجر ضروري تلتزمون بمدة الشوية وبدرجة الحرارة رح أنطيكم معلومة عن سؤال كثير يعني انطرح عليها بالقناة إن شاء الله في نهاية الفيديو ننتقل هسا للبيتزاية الثانية أيضا رح نرقق العجينة والسمك ما يكون ثخين ونوزع الحشوة بهالشكل هذا رح أضيف طبقة من جبنة الموزريلا وقطع من شاورمة الدجاج طبعا شاورمة الدجاج أو قص الدجاج أنا سبق وقدمتها بالقناة أيضا رح أخلي لكم رابط الوصفة في صندوق الوصف ومثبت في التعليقات الشاورمة هذه جدا طيبة وطريقة الطبخ مالتها جدا صحية فأنصحكم تجربوها مو بسوية البيتزا حتى إذا سويتوها ويا الصاج أو ويا السندويشات جدا جدا طيبة وزعت قطع الدجاج على العجينة بهالشكل هذا ورح أضيف طبقة أخرى من جبنة الموزريلا صارت البيتزايا الثانية جاهزة أنه تدخل للفرن أيضا على درجة حرارة ميتين مدة الشوي نصف ساعة أول ثلاث ساعة نشوي من الأسفل بعدين نطف في الشوايا السفلية ونفتح الشوايا العلوية لمدة عشر دقائق طعامها جدا جدا طيب الشاورمة ويا الجبن ويا العجينة طلعت روعة طبعا أكو سؤال كثير ينطرح علي بالقناة بخصوص البيتزا إنه دائما البيتزا لبعض الناس تستوي من جوه ومن فوق تبقى مع الجنة السبب وراء هاي الحالة هو إنه سوون العجينة ثخينة فمتلاحك تستوي والبيتزا ما تنشوي هواية من فوق لأن إحنا دا نضيف المواد هي كلها مستوية يعني أنا حسة من ضفة الشاورمة هي مستوية مجرد نشغل عشر دقائق حتى الجبن عدنا يسيح وصير عدنا هذه الجرة اللي شفتوها بالجبن اللي كلنا نحبها وما نعتبرها بيتزا بدون جرة الجبن هذه فلازم من تفتحون العجينة ما تكون سميكة نفس السمك اللي شوفتلكم يا لما بدينا نشكل البيتزا فهذا هو السبب إنه يخلي البيتزا عدكم من فوق مع الجنة سووها رقيقة حتى تلحك تستوي أثناء تشغيل الشوايا السفلية هذه كانت طريقة عمل الصلصة صلصة البيتزا الإيطالية أنصحكم تجربوها ومتأكدة يعني ما رح تتخلون عنها لأن جدا جدا طيبة وتجربون هاي الحشوتين وإن شاء الله تعجبكم أتمنى يكون فيديو اليوم عجبكم إذا حبيتوا الفيديو والوصفة أتمنى تخلوا لي لايك وتشاركوها بين الأصدقاء وإذا بعدكم ما مشتركين بالقناة أتمنى تشتركون وتفعلون الجرس حتى توصلكم إشعارات بكل الوصفات اللي أنزلها شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء بوصفات أخرى مع السلامة شكرا جزيلا للمتابعة شكرا جزيلا للمتابعة شكرا جزيلا للمتابعة